السلام عليكم ورحمة الله باركاتلة يا شباب عميلي ايه? يا اتمنى تكونوا بخير وبالف صحة وسلام. النهاردة فيديو جديد وفيديو مميز باذن الله هنتكلم عن الاشكال الجديدة المهمات الماركتينج فيزيت يا شباب في بيكووركورز باذن الله الفيديو دي جامع لك بقى حبيت كده حباش to يا卓 فاخنات حلوة جايب لك كل الاشكال حرفيا بمعنى صح كل الاشكال طبعا بالاضافة على الاشكال اللي احنا شرحناها جايب لك كل الاشكال الماركتنج فيزيت على بيكووركرز مفيش اشكال تاني غير اللي موجودة ديت هتقدر ان انت باذن الله تعمل كل المهمات الماركتنج فيزيت بتاعة بيكووركرز وباذن الله اي شكل او اي مهمة تانية هتنزل هنبقى باذن الله نعمل لكم بيها اه شرح ولكن دي كل الاشكال باذن الله هتشوفها معايا في الفيديو بالشرح بتاعها بالتفاصيل بالتريكات باذن الله بتاعتها كلها بس في كلمتين بصراحة محشورين في ظهوري ولازم اقوله لكم لان انا بصراحة لو ما قلتمش هتجن انا دلوقتي يا عم واحد بنشو الحاجة مثلا مش بتفيدك او بتضرك او انت شايف ان انا عنويني مزيفة او لو انت شايف ان انا اللي بقدمه لك دوت حاجة انت ما بتستفيدش بيها فيا سيدي بكل بساطة اصيبي القناة وما تتفرجش عليها تاني ويلغي الاشتراك فيها ولكن ان انت تيجي توقع تهاجم في كل فيديو طب انت بتتفرج على فيديوهاتي ليه اساسا يعني انت واحد مش شايف ان انت بتستفيد مني او انا بدحك عن الناس انت بتتفرج عليها ليه ما تتفرجش يا عم و رايح دماغك و رايحني منك وبالنسبة للعنوين يا شباب فالناس اللي شافت لو دخلت في قوامي التشغيل وشفت كورس اليوتيوب بتاعي اللي انا حطه يعني هو الكورس المانتشافش كتير ولكن هو في معلومات مهمة جدا اللي انا بعمله في الفيديوهات في بعض الفيديوهات مثلا انا بقول لك 15 دولار او بقول لك 40 دولار او بقول لك الرقم ده فده حاجة اسمها معدل الارباح معدل الارباح دوت نظريا يا شباب فده في حد ذاته علم انت يكون الجاهل دي انت مش فاهم فياريت ما ناخدش كلامه خلاص وتبقى انت مش فاهم اي حاجة وتتكلم وخلاص وانت مش فاهم فاتمنى يا جماعة لو انت شايف ان انت ما بتستفيدش مني بكل بساطة إلغاء اشتراك وما تابعش القناة تاني ده اي حاجة او اي شخص طبيعي هيعمل كده ولكن انت كون انت تهاجم في الكومنتات بألفاظ مش لطيفة فدي حاجة مش كويسة وانا بكل بساطة اقدر ان انا امسح الكومنت بتاعك خالص اساسا ويبقى اللي موجود في القناة بتاعتي بس هي كومنتات كويسة والكومنتات كويسة على الفيديو بتاعي وخلاص كده انا كده زي الفل ولكن انا ما بعمري في حياتي ما مسحت اي كومنت بيهاجم قابل اللي بيمدع يعني اللي بيهاجم يبقى موجود قابل اللي بيمدع كون ان انتي بقى فرحام بالقناة التانية اللي لس انا شايف والله حاليا ح sends خمس دقيق فيديو يا جماعة بيقولك ان انت هتقدر تكسب 5$ في الدقيق في السنة كلها يا جماعة انا زي ما بقولك انت قناوات التانية عجباك الناس التانية عجباك خليك معاهم انت ريحنا مننا وابعد عننا يا سيدي ابعد عننا انا بقولك ما تتبعنيش ما تتبعنيش وما تقرفنيش فانا اسف على الاطوالة لو انت شايفني او طولت في المقدمة في الفيديو وده حبة احنا بنحاول على قد ما نقدر كل الفيديوهات اللي بنقدمها ان احنا بنقلل في المقدمة لان احنا في الزمان كلنا بنطول في المقدمة وبنقد نتكلم في مواضيع وحسيت ان هي ممكن تبقى مالهاش لازم فطبعا قبل ما نبدأ لو انت شايف ان احنا بنفيدك بمعلومة وحتى لو كانت بسيطة ارجو منك الاشتراك في القناة واللايك والسبسكرايب بتاعك لو انت بتشاري الفيديوهات مع صحابك شايرها ويلا بينا نحن تمام يا شباب اول شكل معانا هو الشكل بتاع ام جي ار ده قدت عالشخص اللي اسمه اوميك دول والمهمة ما بينزلش منها كتير بينزل منها خمسة ستة او سبعة مهمات بالكتير قوي من النوع دوات كل مهمة فيهم بيبقى حوالي من مية لامتين يعني هتقدر ان انت تكسب شو في التلاتة سنت بقى في سبعة مهمات بكامل المهمة يعني مش هعمل بقى حسابات معك دلوقتي وهنخش بقى ايه في الشرحة طبعا مش محتاج تقدر الانستراكشنز انا هفهمك كل حاجة كل اللي انت عليك ان انت تشوف الاسبتات اول ما تخش في مهمة من المهمات دي والنوع دوت يا شباب من النوع السهل جدا ان انت تعمله لان هو معتمد على حاجتين اللي هي الارقام اللي انت شايفها قدامك دوت ديت في الانستراكشنز اللي هو بيقولك خشيلي على صفحة رقم 20 وحشيلي على صفحة 41 لو انت عرفت الصفحتين دول كل عليك ان انت هتعمل معايا الخطوات اللي في الفيديو هي الصفحات ديت بيبقى فيها ايه بيبقى فيها كواد في اخر بوست اخر بوست فيها احنا بنخش على اخر بوست فيها بيبقى فيها كودين الكود الاولاني اللي في الصفحة الاولية اللي هي صفحة 21 والكود التاني هيبقى في صفحة 41 زي ما هو ما كاتب لي الارقام دي بتتغير يا شباب على حسب صاحب المهمة يعني هو ممكن يقولك لا الكود انا هحطولك في صفحة مثلا 30 و35 مثلا فانت تروح لصفحة 35 وتنزل لاخر الصفحة وتبدأ ان انت تخش في البوست اللي في اخر الصفحة او في المقال اللي في اخر الصفحة ولما تخش فيها هتلاقي كود هتشوف دلوقتي معايا وبعدية هتبدأ ان انت تاخد الكود من الصفحة ديت وتحطه ايه في الاسبات وبعد كده تقوم واخد الكود التاني وتحطه في الاسبات برضو يا شباب زي ما انت كده شايف معايا تابع هنبدأ ان احنا برضو في خلال العملية دي وبعد ما نحط الليكواد هنبدأ ان احنا بقى نفتح اعلام طبعا بعد ما نحط الليكواد خلي بالك من النقطة دي ودي حاجة مهمة ان انت تعملها ادي صفحة واحد واربعين ودي البوست الاخيرة هبدأ ان انا اخد يوركود ازا هو هبدأ ان انا اخده واحطه في الاسبات بعد كده هبدأ ان انا افتح اعلان بقى افتح اعلان وهو بيقول لي جب لي الصفحة التانية من الاعلان هدوس على اي حاجة زي ما انت ما شفته هبدأ ان انا احط له اللينك بتاعها وخلاص كده همعلم اول واحد خلص خلاص كده احنا خلصنا اول شكل والشكل دوت بينزل منه حوالي سبع مهمات كل ساعتين كل تلاتة فانت وحظك يعني نيجي بقى يا شباب للشكل التاني معانا والشكل التاني هو مكتوب ايزي ماركتينج والكلام دوت شايفين الوصف ده كله ما تقلقوش منه سبكو منه خالص دلوقتي عايزين الاسباتات نخش على الاسباتات اول حاجة هو عايز الـ URL بتاع البوست السابع وعايز اخر كلمة في البوست العاشر وعاوز يا سيدي الاعلان اللي انت كلكيت عليه اللينك بتاع الاعلان اللي انت كلكيت عليه وعايز اخر كلمة في اللينك بتاع الاعلان اللي انت دخلت عليه. يعني بص يا سيدي. الاعلان اللي انت دخلت عليه ده هتفتح جوا صفحة هتجيب اخر كلمة في الصفحة ديت. المهم هوريك دلوقتي كل حاجة وهوريك تركيا انت كل دوت مش محتاج ان انت تعمله كل اللي انت هتعمله يا معلم ان انت هتروح للينك وتبدأ ان انت تاخد اللينك وتفتحه عادي زي ما احنا متعودين. وبعد كده هبدأ ان انا اخد الصفحة اشوف الصفحة اللي هو عايزني ادخل عليها هي الصفحة مكتوبة هي زي ما انتم شايفين. هبدأ ان انا ايه? اشوفها واخش على الصفحة اللي هو طالب مني ان انا اخش عليها المهم اتاكد ان انا داخل على الصفحة الصحية يا شباب. هبدأ ان انا اعمل ايه? هبدأ ان انا افتح اي بسطين يا جماعة. اي بسطين بس ما يكونوش اول بسطين. اي بسطين هبدأ ان انا افتحهم. ويه بعد كده زي ما انتم شفت كده خلي بالك الاعلان راح. الاعلان روح اعمل ايه قمت اعمل ريفرش للصفحة وقمت داخل على الاعلان عملت ريفرش للصفحة يعني خلي بالك امرائح تاني اهو قدامك اعمل ريفرش وافضلك اعمل كليكات 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 على المنطقة اللي فيها اعلانات شفت اما دخلني على الاعلان اهو يعني التركية هنا فين لما الاعلانات ما تظهرش ان انا اقوم عامل ريفرش للصفحة واشوف مكان بيظهر في الاعلانات هبعد كده اتقوم اختفية اقوم بعد كده الرفريش تاني وافضلك لك قبل ما يزهر الاعلان في المنطقة اللي هو ممكن يزهر فيه. فيقوم الاعلان مفتوح لي على طول من الصور. وده الحل يا شباب بالنسبة للناس اللي بتقول لي ان فيه اعلانات ما بتزهرش او الاعلانات بتزهر وبتختفي على طول. ده اول حل للمشكلة الايه? ان الاعلان ممكن يزهر لك وبعد كده يختفي. وبعدين ابدأ ان انا افتح صفحة واخ واخد منها اخر تلت جمل يا شباب زي ما انتم ما شفته وابدأ ان انا احطها كاثبات. وابدأ ان انا اخد بقى هنا اللينك بتاع البوست اللي انا عايز احطه. يعني هو كان طالب مني ان احط اللينك بتاع الاعلان. سوري. اللي انا المفروض ان انا ايه احطه. خدت اللينك وحطيته عادي. بس خلي بالك وهنا عايز لينك الاعلان اللي فيه بتاعه. اللي هو يعتبر الاعلان بتاع الشخص دوت. يعني ايه? يعني الاعلان اول ما تكلك عليه تاخد اللينك بتاع وتحطه له. فيه اللي هو ايه? دوت اللي انتم شايفينه يا جماعة. ولكن ساعات بيطلب منك. يعني ايه? يعني ان انت تروح تخش الاعلان دوت وما تديروش لقى اللينك. لأ تخش جوه حاجة جوه الاعلان دوت. يا تخش على اي صفحة جوه الاعلان دوت. وبعد اكيد امواخد اللينك بتاعه. وتحطه كاثبات يا جماعة. زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي ان هو ايه? عايز مسلا هنا هو هنا عايز اخر جملة في الاعلان اللي انت دخلت عليه. يعني بص هتشوف معايا دلوقتي انا هعمل ايه? هبدأ ان انا اروح للاعلان اللي انا دخلت عليه اللي هو بتاع روكل دوت. وابدأ ان انا اخد اخر جملة وايه? احطه هول. فيه ناس بقى بتطلب ايه? فيه ناس بتطلب يا سيدي اخر جملة في الاعلان في البيجي التانية. يعني انا دلوقتي دخلت الاعلان وامتداز كليك على صفحة من الصفحات الاعلان. ابدأ ان انا اخد اخر جملة في الصفحة ديت اللي انا دخلت عليها يا جماعة. فده برضو شكل من اشكال المهمات اللي بينتشر بصورة كبيرة ده على فكرة المهمة ديت بتنزل منها حوالي عشر مهمات كل ساعتين. بس يا سيدي خلصنا كده لشكل التاني للمهمة اللي انا بقول لك عليها اللي هي الماركتينج فيزيت. نيجي بقى للشكل التاني يا جماعة. الشكل التاني برضو دوت من الاشكال المشهورة زي ما انت مشايف لصاحب المهمة ده خلي بالك مشهور جدا اللي هو انسوريا دوت انسوريا ده بينزل مهمات يوميا حرفيا باعداد مهولة يعني انا مرة شفت له حوالي خمسين مهمة نزلها هو شخصيا فيعني الشخص دوت بينزل مهمات كتير جدا. سيبك طبعا من الانستراكشنز اهم حاجة الاسبتات وخلي بالك ده اسهل نوع من انواع مهمات الماركتينج فيزيت يا شباب ده اسهل 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 نوع انا اتعاملت معاه آآ كل اللي هو طالبه في المهمة ديت ان انا باخش علين وبتديرو ثالث بوست في البرج بتاعت اللينك دوت بس انا باددله اي بوست يعني انت اددله اي بوست مش هتفرق المهمة ان انت تدخش على الصفحة الصحيحة بص معايا هابدأ لان انا اخش على الصفحة اللي هو طالبها مني واخش على اي بوست. اي حاجة مش هتفرق و�دي لو اللينك بتاعها يا جماعة. وهنا طالب مني بقى لينك بتاع insite. الان بتاع inside. يعني اللين بدي بتاع الانسide بني انا على الاعلان وافتح صفحة جواه وادديله اللينك يا جماعة. وبس كده المهمة اعتبر خلصت معنا وخلاص انا خلصت المهمة والشكل التالت للمهمات عشان كده بقولك ده وقت اسهل شكل معنا ان احنا بنيديله السرد يعني تالت صفحة في الاعلان. بس زي ما قلت لك ادي له اي اللي مش هتفرق يا جماعة هم ومش هموهم ال الهم في الموضوع والفكرة كلها في الموضوع ان انت تخش على الاعلان وتعمل كليك يا جماعة وان انت تقض اكتر من عشرين ثانية في الصفحة بتاعة الفلوجر يا جماعة اللي هو صاحب المدونة وبالتالي بانت كده عملت مهمة على اتم وجه ليه الشخص ذات نفسه وليك انت يا جماعة. يا جماعة ما تقلوش من موضوع هل انا ما عملتش اللي هو طلبه مني كله هل انا ما عملتش الكلام اللي هو عايزه كله. فانا بقول لك الطريقة الصحيحة اللي هي باختصار وتلخص عليك انت دونيتك وتلخص عليه هو دونيته ومن غير اي ضرر يا جماعة. نيجي للشكل الرابع يا جماعة هو الشكل بتاع visit and engagement يا جماعة اه بتاع مكة دوت او ماك. المهم يعني الشخص ده برضو بينزم مهمات كتيره اه وعلى فكرة اثباتاته سهلة جدا زي يعتبر الشرح اللي فيه. بس عايز اقولك انه هو هنا طالب منينا اتنين اه يو ار ال وطالب منينا من احنا اليو الاعلان اللي احنا دوسنا عليه وطالب منينا كمان يا سيدي الاا الاعلان اللي جوه يعني هو عايز اللينكين الاعلان. الاعلان اللي انا كلكيت عليه اول ما كلكي عليه. والاعلان اللي هي اللي هتظهر جوه الاعلان. يعني انا دلوقتي هكلكي على الاعلان وهكلكي على بيتجي معايا ايه جوه. والبيتجي اللي جوه ديت هاخدها واحط برضو ايه اللينك بتاعها. يعني باختصار شديد هتشوف معايا كل التفاصيل دلوقتي تطبيق ايه يا جماعة? اهو هبدأ ان انا اخد واللينك وتأكد ان انا يا جماعة قلت لكم مئة مرة ان انا رحت للصفحة الصحيحة وخلي بالك هنا في تركيا ان هنا اللي ظاهر مش ظاهر دوت كوم يعني مش ظاهر معايا دوت كوم يا جماعة عادي يعني اهم حاجة ان انت تاخد اللينك بصورة صحيحة مش شرط يبقى ظاهر دوت كوم ولا الكلام دوت لان دوت لينك مختصر وتبدأ ان انت بقى تروح للصفحة اللي هو طالبها منه ويه بعد كده تخش عليها دخلت على الصفحة هتبدأ ان انت يا سيدي تخش على اي اتنين يو ار ايل اي صفحتين عنده في الايه في المدونة بتاعته وهبدأ ان انا حط اللينكات بتاعتها دلوقتي اهو صفحتين اهو زي ما انتم شايفين اللينكين مختلفين عن بعض احط بقى اللي انا دكلكيت عليه حتى لو اللينك فيسبوك عادي جدا بعد كده هبدأ ان انا روح مثلا لصورة من صور فيسبوك ده بحيث ان اللينك بتاع الاعلان يتغير من فوق وابدأ ان انا ايه احط اللينك يا جماعة في الانسايد يا جماعة وكده انا خلصت ويه المهمة تمت على خير واتقابلت معايا وزي الفرق نيجي بقى الاخر نوع يا جماعة وهي مهمة دي اللي هي ماركتينج فيزيت برضو بس بالشكل اللي انتم شايفين قدامكم دوت بتاعت الشخص دوت وهي عددها ما بتنزلش كتير الحقيقة بس قلت ده واحد من الطرق برضو او واحد من الماركتينج فيزيت فقلت اشرحها المهم هو هنا طالب منك ان انت عنوان بتاع اتنين برضو اتنين بوست هو نشرهم في المدونة بتاعك وطالب مننا كمان وطالب مننا اخر كلمة في يا جماعة عنوان الURL اللي انتم شايفينه قدامكم دوت بصوا الاثبات الاخير كده الاثبات رقم 3 هتلاقي في URL في اخر الاثبات هنبدأ ان احنا نفتحه دوت وناخد الكلام اللي موجود فيه زي ما انت ما هتشوف معاه في الشرح دلوقتي وهنبدأ ان احنا نحطه في الايه نحطه في الاثبات يا جماعة ويبقى كده خلصنا المهم هتشوف معاه دلوقتي اخش على اللينك عادي جدا واتأكد ان انا فاتح برضو الصفحة الصحيحة هيفتحني على فيسبوك هبدأ ان انا ادخل اه اخش المدونة بتاعته وافتح اي اتنين بوستز هو مش هيفرق انهي اتنين زي ما بقول لك هما مش هموم ان انت تفتح البوستهات المعينة على قد ما هموم ان انت تقعد وقت معين في الفيديوهات هبدأ ان انا دلوقتي اهو افتح اللينك التاني وابدأ ان انا اخده وحطه وبعد كده هبدأ ان انا اروح بقى للانسايد آد وابدأ ان انا افتح اعلان دلوقتي واخش على انسايد آد جواه ادور بس على الاعلان اهو زي ما انتم شايفين اهو وابدأ ان انا بقى انا فتحته خلاص هبدأ ان اخش على صفحة جواه واخد اللينك بتاعها مش هطول بقى انتم مفروض خفاف قدس حافظته وابدأ ان انا احطه واخد بقى الكلمة او العبارة اللي موجودة في اللي هو حطته لي دوت خلي بالك اللي دوت بيبقى غالبا هو الفيسبوك او العنوان بتاع الفيسبوك هو يدخلنا عليه اهو هبدأ ان ناخد بقى الجملة دي كلها شايفيني الجملة دي كلها ده ان اخد اكوبي واحطها في الاسبات بس وابدأ كده خلاص يا معلم انا خلصت المهمة الخامسة واخر شكل المهمة الماركتينج فيزيت ويبقى كده انت معاك كل الاشكال اللي موجودة في موقع او موقع نفس الكلام برضو معاك كل الاشكال حرفية اه لو انت شفت الفيديو الاولين اللي احنا عملناه والفيديو التاني وده الفيديو التالت اللي فيه باقت تجميع الاشكال فانت كده معلم معاك كل المهمات وتقدر انت تعملها على اتم الخير واتم السلام وتقدر انت تستلم كمان الفلوس اتمنى يكون الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسابسكرايب بتاعك والسلام عليكم ورحمة الله بركة